ولكن هقول لك خبر لطيف قوي روبيرتو مارتينيز المديل فني السابق للمنتخب البلجيكي اللي مشي بعد الخروج من كأس العالم خلاص النهاردة الاتحاد البلجيكي الكرة القدم عملوا إعلان على الانترنت الاتحاد البلجيكي بشكل رسمي يعني عمل إعلان على الانترنت نزلوا أبليكيشن وعملوا وظيفة خالية اللي من يرغب في التسجيل فيها يتقدم تركز معايا الاتحاد البلجيكي نزل زي أي مؤسسة في العالم لما يبقى عندها مكان فاضي فتنزل إعلان تقول أنا عندي وظيفة خالية الوظيفة دي هي وظيفة المدير الفني للمنتخب البلجيكي الأول اللي شايف في نفسه الشروط اللي شايف في نفسه الشروط اللي احنا حطينها يتفضل يتقدم بطلب للوظيفة دي الشروط دي إيه؟ إنه يكون متفرغ بشكل كامل ويمتلك خبرة دولية في مجال التدريب شرط آخر إنه لازم يكون طموح ولديه من العوامل الشخصية اللي بتساعده على تكوين مجموعة متماسكة من اللاعبين الشرط الثالث إنه يكون خبير تيكتيكي يدعم اختياراته بالبيانات والتكنولوجيا والمعايير الموضوعية والله أنا لما شفت الحكاية دي النهاردة ابتسامت ابتسامة فامش ابتسامة حلوة ولا ابتسامة زعل ولا ابتسامة سخرية ولا ابتسامة حنافين ولا أولا أولا شايف المعاييري التلاتة دول إحنا أنا أصلاً كنت أخد عادة على نفسي أنا مش هتكلم على حاجة تخص كرة القدم المصرية أو تخصنا يعني وإن أنا أعمل مقارنات وانتقد وأولا شوف المغرب بتعمل إيه وشوف بالجيكا بتعمل إيه وشوف فرنسا بتعمل إيه ما كنتش نوع أعمل كده بس مستفزة حكاية دي مستفزة إحنا يا جماعة لا بنحط معايير ولا طبعاً بننزل حاجة على الإنترنت ونقول للناس رشحوا نفسكم إحنا بنروح ندور على المدربين بنتحيل عليهم ما بنحطش طبعاً معايير إحنا المتاح بندور عليه يعني حضراتك متاح بغض النظر بقى هو ده ينطبق على معايير أنا أصلاً مش حاطتها ولا لأ بس هو ده متاح فاضي فروح أجيبه واللي أسوأ من ده إن إحنا أصلاً ما بنحطش معايير إحنا المعايير بالنسبة لنا هي مدرب وطني ولا مدرب أجنبي ده آخرنا في المعايير يعني إحنا المراضي هنجيب مدرب وطن قدي معيار يمشي المدرب الوطني فروح أنقول إيه بقى لأ بصوا يا جماعة إحنا حطين كاتحاد كرة وصل بقى معايير جديدة إيه هي المعايير الجديدة إنه يكون مدرب أجنبي المراضي ماشي يمشي المدرب أجنبي يمشي المدرب أجنبي هنحط بقى معايير جديدة إيه هي المعايير الجديدة هنجيب مدرب وطن يا سلام يا سلام تبتخيل التحالي بلجيكي بيعمل كده تحالي بلجيكي بيعمل كده واحدة من الدول الكبيرة في كرة القدم في العالم المصنف الثاني عالميا بيقول للناس المدرب اللي شايف نفسه كفء يضرب المتخب البلجيكي دي معاييري اتفضل يتقدم بالوظيفة دي وهنشوفك وهنعمل انترفيو معاك ونشوفك تنفع ولا لأ طيب دي بلجيك